أردى الناتزة مالك لما لعب مع ليفلز دي المباراة الأولانية الناتزة مالك كسب فيها 2-0 يمكن الأهداف اللي انت شفتوها دي أهداف مباراة الفيوم اللي انتهت بربعية نظيفة الناتزة مالك التشكيلين مختلفين تماما راجل شاف فرقة في موتش ليفلز والفرقة تانية تماما في موتش الفيوم بدأ مباراة ليفلز بمحمد عواد في حراسة المرمى سيد نمار محمود علاء مصطفى الزنار إبراهيم انضاي لعب في نص الملعب محمد أشرف روقة ونصر ماهر ومهاب ياسر وسيف جعفر وسيف الدين الجزيري سامسون أكينيو لدى التشكيل اللعب بمباراة ليفلز النهاردة اللي فاس فيها نتزة مالك بهدفين نظيفين دي صور من مباراة النهاردة أمام نادي ليفلز نتزة مالك سيطر بقى على المباراة يعني في الدقيقة 29 أحرز ناصر ماهر هدف الزمالك الأول بتزديدة قوية من خارج منطقة 18 حاول لعب نتزة مالك إنهم يحرزوا هدف تاني ومع بداية الشوط التاني دفع الجهاز الفني بكل من ياسر حمد طبعا المدافع المنضم حديثا محمد عاطف المنضم حديثا زيت كمال نفس الموضوع بدل من مصطفى الزناري مهابي ياسر وسيف جعفر نتزة مالك فضل منسيطر على المباراة لحد الدقيقة 83 سجل فيها سيف الدين الجزيري الهدف التاني نتزة مالك من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بفوز نتزة مالك بهدفين دون رد مباراة الفيون بقى اللي هنوريكوا أهدافها دي وكانت وصراحة تحس كده إن انت برضو شايف اللعيبة وقف على رجلها ده أهم حاجة هاترك لزيزو وده شيء مميز جدا